اشتركوا في القناة مدلل لبيتكوفيج باعتباره الوحيد الذي استدعاه للمنتخب رغم الانتقادة الكبيرة من الجماهير الجزائرية بعدما فضله على الهدف التاريخ للخضر إسلام سليماني وقللت الجماهير الجزائرية كثيرا من شأن بكرار وتمت مقارنة أرقامه بإحصائية سليماني ووضعه في مواجهة التلميذ لأستاذه وسط هجوم جماهيري كاسح ما زاد من حدة الضغوط المفروضة على نجم نادي وفاق سطيف السابق الأمر الذي انعكس على أدائه برأي كثير من المتابعين ولم يفهم الكثيرون سر كل هذا الحب بين بيتكوفيج وبكرار رغم أنه يقدم في عروض هزيلة مع نادي نيويورك سيتي الأمريكي منذ بداية الموسم الجاري ما يعرضه لانتقادة قوية وتشكيك واسع في قدرته على ترك بصمته في الدور الأمريكي وخاذ بكرار خمسة عشر مباراة في الدور الأمريكي منها ثلاثة عشر مباراة أساسيا اكتفى خلالها بتسجيل هدف واحد فقط ومن دون تقديم أي تمريرة حاسمة رغم أنه المهاجم الأول لنادي نيويورك سيتي ما طرح أكثر من علامة استفهام حول مردوده وتعرض بكرار اليوم الأحد للانتقاد والسخرية من طرف موقع هودسون ريفر بلول مختص في متابعة أخبار نادي نيويورك سيتي بعد الخسارة أمام ناشفيل بنتيجة هدف من دون رد لحساب الجولة العشرين من الدول الأمريكي لكرة القدم من خلال إبراز أرقامه السلبية وغير المقبولة بالنسبة للاعب ينشط في مركز المهاجم الصريح وجاء في التقرير أنهى مهاجم مدينة نيويورك المباراة مرة أخرى من دون أهداف ولم يسدد أي كرة على المرمى وذهب ذات الموقع إلى أبعد من ذلك في السخرية من النجم الجزائري وقال إنه يحتاج لسيناريو فيلم هوليودي لاستعادة حيث التهديف وأكد يحتاج بكرار إلى لحظة للجلوس مع المدربين ومعرفة كيفية التغلب على مدافعي الدور الأمريكي وأنتم متابعين الكرام ما رأيكم في مستوى بكرار سواء في ناديه أو مع المنتخب الوطني الجزائري شاركونا في التعليقات إلى خبر آخر حيث صنع الدولي الجزائري قندوسي الحدث في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام المصرية بعد ظهوره في مشاهد تؤكد عدم تقبوله لقرار مدربه وأبدى الدولي الجزائري غضبه الشديد عاقب استبداله في مواجهة المصري خلال المباراة التي جمعتهم مساء الأحد في الدور المصري ورغم أن قندوسي ترك بصمة قوية في فوز سجله فريقه سيراميكا اليوم حيث كان وراء الهدف الأول بتمرير حاسمة في الدقيقة الرابعة عشر إلا أنه لم يتقبل تغييره ولو أن ذلك جاء في آخر لحظات المباراة حيث أظهرت صور التلفزيون المصري أحمد قندوسي غاضبا بشدة من مدربه حينما استبدله في الدقيقة الثانية والثمانين ورفع قندوسي رصيده إلى ست تمريرات حاسمة في بطولة مصر التي بقيت ثمان جوالات عن إسدال سطارها ويبدو أن قندوسي المعار إلى سيراميكا متأثر كثيرا ومعنوياته منحطة بعد قرار مدرب الأهل المصري كولير عدم الموافقة على عودته للأهل حيث لم تتبين بعد وجهته القادمة الأمر الذي أثر عليه في مباراة فريقه اليوم وقام بتلك اللقطة التي تظهر غضبه من مدربه بعد تغييره إلى خبر آخر حيث يقترب الدولي الجزائري ياسين بنزية نجم فريق كارباخ الأذربيجاني من تغيير الأجواء خلال فترة الانتقالة الصيفية الحالية لكن المفاجأة في الدوريات المرشحة للانتقال إليها والتي لن تكون أوروبا دون شك وسائل إعلام أذربيجانية كشفت بأن صانع الألعاب المتألق لن يبقى مع نادي كارباخ وذلك رغم إصرار الإدارة والجهاز الفني للفريق على استمراره إلى غاية موعد نهاية عقده في جوان من العام القادم ذات المصادر أكدت بأن بنزية يمتلك وجهتين مفضلتين دون غيرهما وهما الدور السعودي والقطري حيث سيفاضل بين أحدهما كون العروض الرسمية وصلت من أندية شطف المسابقتين وستكون الأنذية الراغبة في استقدام بنزية مطالبة بالدخول في مفاوضات مع كارباخ لشراء عقده في مهمة لن تكون بسهلة باعتبار أن الفريق الأذربيجاني لا ينوي السماح لنجمه بالرحيل بسهولة ويأتي الانتقال المرتقب لبنزية لأحد الدوريات العربية ليمثل قفزة نسبية من حيث المستوى بالنسبة لللاعب نظرا لتواضع المستوى في أذربيجان وأصبح الدوري السعودي على وجه التحديد وجهة ذات مستوى عالي منذ العام الماضي تزامنا مع وصول العديد من النجوم المختلف القرات للعب فيه مثل بنزيما، رونالدو محرز، فيرمينيو وغيرهم إلى خبر آخر حيث أن مهمة خاصة تنتظر النخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش مباشرة بعد عودته للجزائر حيث كان يقضي عطلته مع أهله في سويسرا مباشرة بعد نهاية التربو الشهر الجوان الماضي وتتمثل مهمة بيتكوفيتش الجديدة في مراقبة ستة لاعبين كما كشفه مصدر موثوق للنصر وهذا تحذيرا لتربو الشهر سبتمبر القادم وستكون هذه الفرصة هي الأخيرة لهؤلاء اللاعبين من أجل إقناع بيتكوفيتش بضمهم للمنتخب الوطني من عدمه وسيكون بيتكوفيتش حاضرا في نهاية كأس الجمهورية يوم الخامس جوليا المقبل رفقة أعضاء طاقمه المساعد من أجل ضرب عصفورين بحجر واحد بداية بمتابعة العرس الكرة والمرتقب بين بطل الموسم والوصيف ثم معينة العناصر الموجودة ضمن القائمة الموسعة في صورة ثناء شباب الوزداد الحارس أليكسيس جندوز والمدافع المحواري شعيب كداد إلى جانب رباع ملودية الجزائر وفي المقدمة يوسف بليلي وأيوب غزالة وأيوب عبداللاوي وزكريين عيجي ويبقى الثناء الحارس جندوز وبليلي أكثر المرشحين للالتحاق بتربوس المنتخب الوطني شهر سبتمبر القادم إذا قدما مستوى كبيرا في نهاية الكأس أمام أنظار بيتكوفيج ويولي المدرب البوسني أهمية كبيرة للكرة المحلية بدليل توجيه الدعوة إلى أربعة لعبين في التربوس الأخير بل أكثر من ذلك اعتمد طيلة التسعين دقيقة على المدافع محمد الأمين مداني في مباراة أغندا رغم الخطأ الذي ارتكبه في الهدف الأول ثم إشراك زين الدين بالعيد في الشوط الثاني إلى خبر آخر حيث نكشف لكم آخر تطورات الوضع الصحي لنبيل بن طالب فقد أعلن أحد أقارب نبيل بن طالب لعب منتخب الجزائر أخبارا غير صارة عن وضعيته مع نديل الفرنسي وتبعات الأزمة القلبية التي تعرض لها مؤخرا ودخل محارب الصحراء منذ الثلاثاء الثامن عشر جوان الحالي العناية المركزة بالمستشفى الجامعي لمدينة ليل بعدما نقل إليه على عجالة عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة كادت تودي بحياته ونشرت صحيفة ليكيبا الفرنسية تطورات عن الوضع الصحي للاعب الوسط المدافع من خلال حديثها مع أحد أقاربه الذي كشف أن اللاعب لا يزال ماكثا في العناية المركزة وهو ما يوضح خطورة ما تعرض له قريبا طالب أوضح في السياق ذاته أن اللاعب وإن لم يغدل المستشفى فإن الأطباء أكدوا أن وضعيته شهدت استقرارا ملحوظا في الساعات الماضية مع تسجيل تجاوزه مرحلة الخطر وهو الأهم بالنسبة للجميع ويتجه بن طالب لعيش أسابيع وأشهر طويلة من العلاج للعودة إلى حياته الطبيعية مع وجود إمكانية كبيرة لاعتزال كرة القدم بشكل مبكر باعتبار أن المشاكل على مستوى عضلة القلب تلاحقه منذ سنة كاملة تمنيتنا بالشفاء العاجل لنجم الجزائر والعودة السريعة للميادين ولعائلته الكريمة في نهاية الفيديو نشكركم على المشاهدة ونتمنى لكم صهرة ممتعة لا تنسوا الاشتراك في القناة والتعليق وإلى اللقاء في فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر